أقيم بالدار البيضاء حفل تنصيب البروفيسور إحسان بن يحيا رئيسا للاتحاد الدولي لطب الأسنان بحضور عدد من عماداء الكليات والمهنيين في قطاع طب الأسنان وبهذه المناسبة أعربت البروفيسور بن يحيا عن فخرها وشرفها العميق لكونها أول إمرأة عربية وإفريقية تتولى رئاسة الاتحاد الدولي لطب الأسنان مستحضرة المسؤولية الجسيمة التي تنتظرها على رأس هذه الهيئة العالمية لأن هذا افتخر كبير المغرب يكون كيحدة بهذا المنصب هذا لأنه الفيدرالية الدولية لطب الأسنان عندها 120 سنة كتر من 120 سنة وفي تاريخ ديلها مع مرما كان أي رئيس من إفريقيا ولا من المغرب إذا أكيد هذا شرف كبير المغرب هو اللي يكون صوت الناطق في العالم لصحة الفم والأسنان وقد تم بث هذا الحفل المنظم من قبل أعضاء الجمعية المغربية لوقاية الفم والأسنان عبر الإنترنت لتوسيع دائرة المتتبعين من مهني أطباء الأسنان وباقي الفاعلين بقطاع صحة الفم والأسنان بمختلف ربوع المعمور المترجم للقناة